افتتح نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله برفقة مساعد الأمين العام لحلف الناتو للشؤون السياسية إليخاندرو ألفا جونزاليس أمس في بروكسل بعثة دولة الكويت في حلف شمال الأطلسين ناتو وأجرى خلالها مشاورات سياسية مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي افتتحت اليوم رسميا في بروكسل بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي الناتو حيث قام بافتتاح البعثة نائب وزير الخارجية خالد الجار الله إلى جانب أليخاندرو ألفا جونزاليس مساعد الأمين العام للحلف للشؤون السياسية والسياسة الأمنية وأكد الجانبان على أهمية الخطوة من أجل تعزيز التعاون الثنائي حيث ستعمل البعثة برئاسة سفير الكويت لدى بلجكا والاتحاد الأوروبي جاسم محمد لبديوي وعقدت بعد ذلك مباحثات تطرقت لجوانب التعاون القائمة مع تأكيد الحرص المتبادل على توطيد العلاقات المشتركة اليوم التقيت أيضا بأحد كبار المسؤولين في الحلف وتحدثنا في الجانب السياسي لدور الحلف حيث لمست من المسؤول في الحلف اهتمام وتقدير والحقيقة إعجاب في دور دولة الكويت على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم وأشاد بمبادرة وبتحرك سمو الأمير المستمر الهادف لتهديئة الأوضاع في المنطقة والدور الإنساني الذي يقوم به سيدي حضرة صاحب السمو على مستوى دول المنطقة وعلى مستوى العالم من جانبه أكد مساعد الأمين العام لحلف النيتو على الدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت الكويت هي دولة تصدر الاستقرار ونرغب في أن يستمر ذلك ونحن نقوم بتعزيز تعاوننا وسعيدون جدا بذلك واليوم نحن مبتهجون بحقيقة أنه يمكننا معنا التخطيط للمستقبل وكان نائب وزير الخارجية وصل بروكسل في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية وبدأ جدول الزيارة بعقد اجتماع مع الأمين العام لوزارة الخارجية البلجيكية برونو فاندرلين ومسؤولين في الوزراء حيث جرى التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية وأفقها الواعد وكذلك جرى نقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع ظهور تطابق في وجهات النظر حيال قضايا المنطقة أكدنا على أن أهمية تواصلنا معهم فيما يتعلق في مجالات التعاون المختلفة ونتطلع ونعتقد بأن هناك الحقيقة أفق واسع للتعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ومملكة بلجيكا